فاير بلاي اهلا بحضرتك اهلا بكل مستمعينك الكرام وكل عشقائنا واهلنا في تونس الله يخليك سعيد جدا في كل مناسبة تكون فيها جديد والله الله يخليك كابتن تارق البرح اسمعنا الناس الكل خبار انه المقابلة باش تدور رسميا دون حضور الجماهير لو كانت تعطينا الكثير تفاصيل اول ندي الاهلي كان طالب حضور عشرين الف متفرج بعد مبارات الترق مباشرة وبعت الوزير الشباب والرياضة والاتحاد الكرة وطلب منهم الحضور المقابلة جاء في ملعب السلام ملعب السلام ده ساعة تلاتين الف فعله يعني نبقى في حد مكان لعشر تلاف تبقى مدرجات فارغة ويبقى الاستاذ ماليان براحته لكن السلطات الامنية رفضت والسلطات الصحية كذلك احنا عندنا في الدور المصري يعني الحضور في السنوات اللي فاتت عشان كرونا وعشان الظروف اللي عارفنا يمكن كان كده حضور رمزي مسلا لنهائي دور العبطال السنوات بتلاقي الف من هنا من جمهور اهلي جمهور زمالك لكن مزادش خالص عن الفين في الفترة الاخيرة يعني فالكل كان متراقب لغاية ما طالع البيان لكن اعتقد انه ممكن يكون فيه برضو حوار اه وممكن مسلا يكون فيه حضور بسيط برضو ورمزي للجماهير ده وارد يعني مرضه يعني مزامه اوش قرن عدم حرور الجماهير هم قالوا هم كتبوا كتب القرار فعلا زي ما حرتك قلت اه خمسين من هنا او خمسين من هنا ما بين مسؤولين واعلميين ومصورين اللي هم حق الحضور لكن ممكن وارد يعني ممكن يكون فيه حضور رمزي جدا لكن فكرة انه عشرين الف او عشر او خمساشر الف لا صعب جدا كده خلاص يعني طبعا الاسباب متعلقة بالوضع الصحي الوضع الصحي كورونا طبعا ويعني اللي موجود في تونس موجود في مصر موجود في المغرب موجود في الجزائر الخطر بتاع الفيروس ربنا يحمينا منه كلنا طبعا بيهددنا كلنا اكيد اكيد ان شاء الله بس الوضع الصحي شنوه في مصر خير شوية ولا افضل افضل يعني هو كان نقدر نقول انه كان كده من فترة كان وصل 1700 شخص في اليوم كانت وزارة صحة طوالين وكان الوفيات وصلت لستين مثلا انبارح هتلاقي مثلا 400 حاجة وتسعين واتلاقي الوفيات حاجة وتلاتين يعني الامور تحسنت بنسبة خمسين في المائة عما كانت عليه قبل شهر فات لكن كمان عندنا اللقاح طبعا الدولة بتأمل مجهودات كبيرة جدا عشان تناشد الناس باللقاح سواء استرازينيكا اللقاح الانجليزي او سواء سينوفيرم اللقاح السيني دول اللي موجودين في مصر يعني اقتدى الاقبال وان كان برضو يعني احنا يمكن منطاطه حتى الان يعني يمكن اربعة او خمسة ملايين لكن فيه خطة الحكومة بتاعمل ان على نهاية السنة يكون فيه اربعين مليون طاعاته للمصر يعني ان شاء الله حضور جماهيري في مقابلة الذهاب في تونس ما حفزش شوية خاصة ذيهين كبير ومصلحة الكونات نقوله المصرية في انه الدعم الجماهيري للاهلي ولا لا طبعا اي جمهور في الدنيا واي نادي في الدنيا خاصة ازا كان نادي زي الترجي او الاهلي او الزمارك او الافريخ عندها الكبيرة او الرجاء او الوداد جمهوره بيبقى مؤثر جدا وبيساوي كتير لان الجمهور مرتبط ارتبط غير عادي بالفرق الكبيرة والفرق دي عريقة عمرها اكثر من مئة سنة فتوجودها بيبقى يعني بيعمل سحر زي ما يقول مفقول السحر الفري بيبقى لها برقم اتناشر وحنا بيبقى لها برقم واحد لكن الناس لازم برضو يتقدر الظروف الموجودة القائمة في العالم العربي وعلى مستوى العالم ويعني الامور برضو مستهنة السيطرة عليها يعني انا كنت قريت مسلا وكنت اشتف الحصص بذعتي بما اقرأت وزارة الصحة التونسية انه هيبقى فيه اه اربع اشياء مهمة جدا للي احضروا الماتش اول حاجة ان يكون شهادة انه خد اللقاح شهادة معتمد بيها تاني حاجة يعمل بي سي ار قبلها التلات ايام تلات حاجة يبقى فيه اختبار يتقامل تحت اشراف نادي الترجل اللي تخليل ملعب رابع حاجة كما ما تكون لها المواصفات الصحية اعتقد مع تدافع الاعداد في مباراة الزهاب ومع قطرتها ومع الحالة الفوضى الشوية اللي حصلت خلى كمان الناس تعيد الامر حتى عندكم في تونس يعني لو مباراة بعد كده وزين هاي الكاس عندكم الحد اعرف انا ما بين الافريقي والصفاقسي السلطات الامنية الصحية ستعيد الفكرة مليون مرة واكيد في مصر برضو تابعوا التجربة وعارفين ان هي صعبة يعني انت عشان تعمل الاربع مواصفات دول يعني انت ممكن تعملها في بطولة على اللاعبين زي ما احنا نجحنا مثلا فاستضافة كأس العلم لليد وتعمل نظام التيوب او النظام خاص عشان تضمن سلامة اللاعبين لكن الجمهور يبقى شيء اخر انت تتكلم انت ممكن تسمح بحضور خمس تلاف ولا سبع تلاف ويجي لك عالبوابات عشرين الف مثلا ده اللي حصل في مطش الترجي والاهلي فبالتالي الامور ليست سهلة الامكانيات برضو احنا لنا كاكفال عربية محتاجة برضو مزيد من النظام بدليل انه اوروبا مثلا ما اسمعناش عن مشكلة زي كده حصلت بحددين في كل الملاعب حداشر اه مدينة بتقوم فيها المنافسات ورغم كده ما اسمعناش عن مشكلة ان الجمهور اتجمع باكتر من العدد او انه حصل مثلا تراشق او مشاكل او اه بعض الامور او الصدمات ما بين الامن والجمهور فبالتالي انا شايف انه برضو الامور لسه اه محتاجة مزيد من التدبير ومحتاجة مزيد من الوقت بالنسبة لنا كعالم عربي ويجب ان احنا نبقى واهدين احتياطاتنا طبعا ده اهم حاجة مصلحة الانسان اكيد اه وقتش الناج منعف القراري النهائي كابتن تارق والله انت عندك طبعا النهاردة الاربع والمراحب بقسة الترجع تيجي بكرا ان شاء الله بسلامة الله الى القاهرة ان شاء الله وطبعا يبقى امامنا الخميس الجمعة المباراة يوم الست مساء الساعة تسعة اكيد النادي الاهلي طبعا الفترة القادمة ومن حقه طبيعي انه المباراة في مصر اكيد حاول يضغط يعني انا فكر انه في تونس كان في البداية برضو كان فيه رفض تام الفكرة حضور الجماهير وبعدين حصل ضغط من الترجع فقاله طيب حيبقى عدد رامزي وقاله 2500 وقاله خمس تلاف وبعدين بعد كده اه وصل العدد اعتقد زاد على عشر تلاف يوم المباراة لحسب معرفة فبالتالي اه اتصور انه هيبقى فيه برضو محاولات بغاية يعني مثلا يوم الجمعة بعد الجمعة خلاص بقى هيبقى صعب يعني لو لو مفيش اه لو الجمعة عدد خلاص هتعرف بقى انه الامور صعبة لانه حتى انت لو اه لو اعلنت السلطة حيبقى الوقت مش مش متاح ومش هتدى تاخد اغراعتك ازا كدت اه مثلا اه يعني مثلا تونس كانوا عاملين ان انت لازم تكون كمان عامل بي سي ار تاني اختبار اخر ويكون في اخر ثلاث ايام فانا اعتصور انه يعني اخر فرصة هتبقى يعني مساء الخميس مساء غدا يعني او صباح الجمعة بالكتير جدا يعني بي كابتن طارق نحكيه شوية على اخر اخبار الاهلي تقريبا اعطينا شوية اخر اخبار على الفريق تقريبا كان كل الليعبين جاهزين للمقابلة والله هو طبعا الاهلي معلوياته كويسة جدا الاهلي خد ميزة كويسة جدا واحدة انه عندهوش مباراة في الدوري تحد الكرة والجماعة المصرية يعني اهلة انه برضى عشان الاهلي وممثل الكرة المصرية فكل المباراة تأجلت ودي اهتحت الفرصة انه عناصر اللي كانت اه يعني عندها اه مشاكل عندها ارهاق عندها بعض التعب اصبحت جاهزة وشركت في المباراة الاولى نفس الامر في المباراة التانية يمكن هو كان احمد اه كان محمد هاني الظاهير الايمن لكن لما لقى اما تراحوا حتى اكرم توفيق قدم مباراة جيدة جدا ورائعة جدا علي معلول خلاص تماثل للشفاء مية في المية كان قبل فترة وبعدين كان نبتده ينزله نزله تلتساعه في ماتش السوبر اللي كان في قطر وماتش الترجلية من اول المباراة فهو اطمعاني الى سلامته بنسبة مية في المية التشكيلة الاساساري الاهلية اعتقد ان هي مفيش اي مشاكل مفيش اه لكن هو الالأ من النتيجة وموسماني برضو شوفناه في المؤتمر الصحف والاعلامي بعد المباراة الواحد سفر مش حاجة الفرق الكبيرة بتقدر انها تعاوض النتائج والترجي فريق كبير وفي نفس الوقت انا مبسوط بنتيجة اللي عملناها في تونس ومباراة العودة تبع مباراة صعبة وهو الحقيقة موسماني شوطر يعني موسماني عنده من الخبرة الافريقية اللي مكنته انه بيظهر قدراته في المباراة الافريقية اكثر من محلية يعني يمكن المسيرة الافريقية للاني افضل من مسيرة المحلية اللي اضع فيها نقط وقدم عروض يعني كانت اقل من المنتظرها جماهيره فالخبرة مهمة جدا اه على الجانب الاخر معين الشعباني حاطة الامل وان كنت انا عرفت برضو انه الترجي في بعض القلق يعني وعرفنا ان رئيس النادي يعني مش هيصاحب الفريق غالبا في القاهرة حمدي المدد ويعني عرفنا برضو الشيء المؤسف اللي حصل اللي هو الاحتكاك اللي حصل ما بين الجماهير واللاعبين في تدريب الترجي وده شيء الحقيقة مرفوض يعني لازم نستعرف سواء في مصر او في تونس او في اي نادي في عالمنا العربي من كلها دي وسيلة للترفية والتسليع على دعم الالاقات واني جميل ان انا فريق لكن ما تبقاش نايت الدنيا لو خسر ماتش وانه اللاعب بيبزل قصرة جهده وفي نوع بيبقى من التوفيق يعني فده برضو الغرض الرئيسي اللي الناس كلها لازم تعرفه واضح اه كابتن تعالى محمد هاني بيش يكون موجود في المقابلة ولا ده صعيب والله محمد هاني المباراة الاولى غاب عناها انا تصور انه حتى لو تماثل للشفاء اهو بعد فترة الغياد ما يقدرش يدفع به من الاول ده يعني حاجة واضحة فكرة القلم خاصة لما بتكون مباراة كبيرة في حجم الاهلي والتركي وبالتالي حتى لو كان يعني فيه بصيص من الامل انه يشارك من الصعب انه هو يدفع به بالاضاف انه عنده تجربة نجاحة مباراة الزهاب اللي لعب فيها اكرم توفيق على الجانب الايمن فبالتالي ممكن جدا يكررها في مباراة العودة ويبدأ بتشكيلة اخرى بالتشكيلة اللي لعب بها في مباراة الزهاب يعني كانوا من التفاعل وكانوا من الدعم الفريق خاصة انه مفيش اي مانشط رسمية اتلاعبت يعني الاهلي خلال شهر جوان اللي هو يونيو الحالي ما نعبش اي مباراة رسمية غير مباراة الترجي في تونس فبالتالي ان انت تخاطر باي عنصر جديد بقى له فترة بعيد كم مصاد هيبقى صعب شوية لكن ممكن يعني تشوف تغيير في لاعب او اتنين على الاكثر بقى وليت ناظر يعني اه بي اه ردود افعل اعليا من مصر هي بعض المقابلة متاع على الذهاب كيفية شوفوا خاصة المقابلة الاياب هل حسيمة التأهل اه لا مزيفة متخاوف مترجي لا طبعا ما فيش شكرة القدم حاجس مع حسيمة شوفنا كم من الغريب والعجيب جدا ان مفيش ولا فريق كسب على ملعبه لا في دور الابطال والا الكونفدرالية ده امر غريب جدا يعني حتى في دور الابطال الجهة الاخرى الوداد خسر من كايزر شيفز في ملعبه تروح للكونفدرالية بارامدس الفاشل في فوز على ملعبه وتعادل تروح للقطن الكاميروني في ملعبه وشباب وشباب القبائل فشباب القبائل اتنين واحد فكان امر غريب جدا فكل الامور واحدة في كرة القدم فيش حاجة حسيمة الاعلي ممكن انه طبعا عنده اسبقية ما فيش شك من نتيجة اللي عملها لكن اي مدرب وعنده خبرات عارف انه المستوات لما بتكون متقاربة كل حاجة واحدة في كرة القدم كابتن ترق انتحدث ايضا موضوع فوز البنزارتي يبدو انه في اخبار على رابط فوز البنزارتي بالنادي بيراميدس والله فوز البنزارتي طبعا كان عليها حملة كبيرة جدا حملة من الهجوم كانت في الوداد بعد ما كان كان في مباراة عادة فيها في الدوري وبعدين بعد كده خسر من كايزر شيفزو ويعني عدوا عدوا رئيس النادي انه ما تغادش على الجماعة عشان يعجل المباريات فزاد الطين بالله طبعا جيه موضوع الخسارة كمان طبعا من الصعب جدا ان اقدرت النادي الوداد ان هي تاخد قرار كانت بعادة حاجة وفي نفس الاتة مرضو ما ننفعش انه البنزارتي كان يستقيل لكن قيل ان العلاقة شاهدت بعض التوتر ولكن مباراة البنزارتي داع موقفه بقوة عمل مباراة انجاز كبير جدا بيلعب في مدينة دركان اليها بتبعد حوالي 800 كيلو عن الضر البيضاء وقبل السفر بيوم بيلعب بالفريق التاني يعني بيلعب خارج ملعبه بيلعب مع فريق تيل وعيز به يفوز اتنين صفر فضرب تلت عصفير بحاجر زي ما بيقولوا اولا حافظ على كل العناصر الاساسية للمطش القادم كايزر شيفس تاني حاجة انه طلع كسبان التلتة بونت تانت حاجة استرد الثقة ودع موقفه تاني يا طرى بقى هل ممكن البنزارتي يترك الوداد او ممكن الوداد لو النتيجة مجدش عند طموحات البنزارتي وجماهير الوداد في المباراة القادمة ووارد فيها كل حاجة مباراة كايزر شيفس وارد في نفس الوقت البرامدس الناس ربعت البرامدس ليه فوزي البنزارتي لانه البرامدس المدرد بتاعه الناس برضو او المسؤولين وكتير جدا من الخوارات مشردين عن نتايجه لانه فريق برامدس عنده لعيبة جمدة جدا يعني فريق برامدس عنده تسع او عشر لعبين في المنتخب المصري رمضان صبحي لعب دولي ولعب سابق في النادي الاهلي ولعب مع عشرات المتشاط الافريقية عبدالله سعيد لعب كان برضو كبير جدا في النادي الاهلي وعنصر اساسي في المنتخب المصري الفترات طويلة احمد فتح الزهير الايمن عمر جابر لعب الزمالك السابق علي جابر لعب الزمالك احمد ايمان منصور جون انتوي ايريك تراوري حتى حراس المرمى يعني هل تتخيل ان الاتنين حراس المرمى الاساسي والاحتياطي في المنتخب المصري احمد الشناوي كان حارس الزمالك ومنتخب مصر الشيف اكرامي كان حارس الاهلى ومنتخب مصر الفريق كله بالكامل تقريبا عناصر دولية لكن نتايجه لا ترضي طموحات الادارة فكان كلام ان هما يغيروا المدرب ولكن خيل ان الوقت المتاح قليل جدا عمل المبالاة الاولى طلعه صفر صفر لكن هو متمسك بالحظوظ المدرب طبعا ارجنتيني لكنه اقدر لكن دون المستوى يعني الفريق اللي يمتلك كل هذه العناصر وفي الدوري المصري يخسر الاسبوع الماضي من فريق السموحة ثلاثة صفر ويخسر من الرجاء في الدوري المجموعات ثلاثة صفر واثنين صفر ويفشل في الفوز على ملعبه لا يبقى فيه حاجة غلط يبقى فيه حاجة مش مزبوطة في الفريق عشان كده هم وارد جدا ان يغيروه وممكن يكون فيه هناك خط اتصال بين فوزي بنزلتي والبرمتس على فكرة اللي ما يعرفوش ناس كتير اوي انه حاولهوه لكن اول مرة فوزي بنزلتي كان منطموحاته وعبر لناس كتير اوي انه عايز ادرب فريق كبير في مصر هو لو تجربة ناجحة في ليبيا مع المنتخب الليبي لو تجربة ناجحة ورائعة مع الرجاء ومع الوداد ووصل بالرجاء لانهائي كاس العالم للاندية طبعا ده كان انجاز كبير جدا ومع الوداد انجاز قبل كده كبير في الدوري فهو تونس طبعا كل الاندية الكبيرة بربها الافريقي والترجي والصفاقسي والنجم الساحلي وكان ليه تجرب نجاحة المحطة الوحيدة اللي تمنى البنزرتي ان يكون فيها بصمة وفي الخريج على فكرة كمان كان ليه امارات خاصة اه في الامارات طبعا المحطة الوحيدة او المكان اللي تمنى فيه فوز البنزرتي في اكتر من فرصة العمل ولكن الظروف كانت يعني بيحصل حاجة تخلي الامور تتغير كانت مصر وكان حلم العمل في مصر قديم وهقولك لا اول مرة انه في نهاية التسعينات انا تلقت اتصال من اعلامي شهير يعني هو موجود تونس يعني بس فينا نذكر اسم يعني كان صديق عزيز وقال لي انه بن زبتي دلوقتي يعني طبعا هو مش موجود مع نادي وانه كان ساعة تعتقد مش من النادي الافريقي يعني في تسعة وتسعين افتكر في عام الفين يعني في الوقت ده تمانية وتسعين وانه لابد يكون فيه تفكير وانه انه الزمالك كان الكلام على نادي الزمالك وزمالك ساعتها افتكر انه تعاقد مع روت كرول روت كرول وده كان من ساعة وتسعين لتسعة وتسعين افتكر مع النادي الاهلي كان فيه مفاوضات وقال البنزيرتي واعترف في عام الفين واربعتاشر افتكر انه جاءوا عدة عروض ومن بينها الاهلي المصري وانه اسمه طرحوا ان بعض الاشخاص اتصلوا بيه النادي المصري من سنوات ودباع كانت رسمية اتصل بيه رجل الاعمال السابق وكان رئيس النادي المصري كامل ابو علي كامل ابو علي له طبعا اقامة وزوجة مغربية ويجي تونس كثير والمغرب كثير فله علاقة صدقة مع البنزيرتي ولكن البنزيرتي اعلم برضو ان المصري ليس زي مثل الاهلي والزمالك فالترجمة تجربة برضو تخلي فوز البنزيرتي وفكر تجربة مهمة جدا اكيد وارد جدا اه شكرا لحضرتك ومرة اخرى بناسعد جدا بحضرتك وبكل الاشقاء ومرحب كل الفرق والانداء التونسية الله يخليك شكرا لك كابتن تارق سهيدة سمعي بعد شوية في الاخبار اشتركوا في القناة